اشتركوا في القناة في فعاليات القمة العالمية للحكومات الفين أربعة وعشرين التي تستضيفها مدينة دبي خلال الفترة من الثاني عشر إلى رابع عشر من فبراير الجاري وتضمنت مذكرة التفاهم تمديد فترة العمل بأحكام المذكرة المبرمة بين دولتين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي وذلك لمدة عامين حتى الثامن والعشرين من فبراير الفين ستة وعشرين التقى الدكتور مصطفى مدبولي على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات الفين أربعة وعشرين المنعقدة في دبي مدير عام صندوق النقد الدولي والوفدة المرافقة لها وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي كما أكد استمرار جهود دعم القطاع الخاص التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على العلاقات التاريخية بين البلدين لافتاً إلى أهمية دعم تلك العلاقات وتعزيزها من خلال تعاون بين البلدين الشيقين في مختلف المجالات وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط دولتين مثمناً دعم الذي قدمته مصر للإمارات خلال مؤتمر المناخ كوب 28 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات خاصة تمكنت من تحرير محتجزين اثنين في العملية التي نفذها في رفح الفلسطينية وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفى اليوم الاثنين بارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية إلى أكثر من مائة شهيد وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مدينة رفح تشهد غارات إسرائيلية عنيفة تتركز في وسط المدينة وطالت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال بعد أداء وصف بالمستحيل عاد منتخب كوتيفوار من تأخري بهدفين ليفوز بهدفين على أرضه وبين جماهيره للمرة الثالثة بكأس أمم إفريقيا على حساب نيجيريا وأصبحت سحل العاج أول دولة تخسر بفارق أربعة أهداف ثم تحريز اللقب وأول دولة مضيفة تؤتوج باللقب منذ مصر في الفين وستة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكليات القادة والأركان والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وألقى لواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير الفكر العسكري والارتقاء ببرامج الإعداد والتأهيل العلمي لدارس الكلية بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية على الوجه الأمثل شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تعزز من الجاهزية والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور وقدم شكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية على الجهد المبذول في الإعداد للبحث مؤكدا على أهمية مواكبة التطورات المتلاحقة في نظم الإعداد والتدريب الواقعي للفرد المقاتل وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة بما يعزز من الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التحديات الراهنة وضمان تنفيذها للمهام والمسئوليات المكلفة بها لدعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة اشتركوا في القناة